بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق ولا زال الحديث موصولا بنا حول القصص القرآني انتهينا من قصة سيدنا آدم ومن قصة قابيل وهبيل ولازلنا نتحدث في قصة سيدنا نوح النهاردة ان شاء الله ها نقططف ثمار ودروس مستفادة من قصة سيدنا نوح كما وردت في صورة الشعراء تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمة يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمات البينات المباركات من كتاب مولانا جل وعلا ذكرت فيها قصة سيدنا نوح بشيء من التفصيل قبل كده اتكلمنا عن قصة سيدنا نوح في صورة الأعراف وفي صورة هود طيب تعالوا بأنشوف الآيات التي جاءت في صورة الشعراء يمكن وردت الصورة كذلك في صورة الفرقان لكن في آية واحدة فقط وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتادنا للظالمين عذابا أليمة ويمكن آية يعني أنتناول هذه الآية التي وردت في الفرقان من خلال الآيات اللي جاءت في الشعراء لأنها تفيد نفس المعنى هناك بيقول وقوم نوح لما كذبوا الرسل هنا مولانا جل وعلا يقول كذبت قوم نوح المرسلين السؤال المهم هنا هما كذبوا نوح ولا رسل آخرين غير نوح خد بالك طالما أن نوح مرسل من قبل الله وقبله أنبياء سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ممكن إبراهيم وإسماعيل أتوا بعد نوح سيدنا آدم وسيدنا شيث ابن سيدنا آدم أيضا من الأنبياء فطالما أنهم كذبوا بنوح فقد كذبوا ببقية الأنبياء والمرسلين ليه؟ لأنه لا يتأتى الإيمان بنبي من الأنبياء إلا إذا آمنا بكل الأنبياء أركان الإيمان عندنا في دننا الإسلامي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله يعني لو واحد قال أشهد أن سيدنا محمد الرسول الله ولم يؤمن ببقية الأنبياء ما يبقى مؤمن لابد أن يؤمن بكل الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا من عند الله جل وعلا بالكتب المرسلة وبالبلاغ من الله جل وعلا للخلق أجمعين يبقى كذبت قوم نوح المرسلين كذبوا بنوح وبمن أرسل من قبل الله من الأنبياء والمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح أخوهم الزاي وهم كذبوا ألوا أخوهم في النسب في قبيلتهم في عشرته في قومه في أهله ألا تتقون انتوا بش خيفين ربنا تقوى بمعنى الحذر والخوف من الله إني لكم رسول أمين دأنا رسول مرسل من قبل الله مستأمن بأمانة من الله إليكم فاتقوا الله وأطيعون أطيعوني بما جئتكم به من عند الله وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أنا مش محتاج منكم حاجة دا الأجر والثواب سأخذه من ربي لأني مبلغ عن الله فاتقوا الله وأطيعون ولو نلاحظ فاتقوا الله وأطيعون بتتكرر كثيرا في صورة الشعراء فاتقوا الله وأطيعون والتكرار هنا للتأكيد اتقوا الله احذروا عقاب الله خافوا من الله أطيعوا رسول الله إليكم الذي جاء من قبل الله فاتقوا الله وأطيعون قالوا شوف بقى قوم نوح يرد عليه بقى باستهزاء وبسفاهة لما هناك قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وصفوه بالسفاهة وبالكذب وبالجنون هنا يقول له إيه أنؤمن لك أنت عايزنا نؤمن بيك يا نوح واتبعك الأرذلون الأرذلون منهم الفقراء الضعفاء في بعض التفسير يقولون اتبعك الفقراء والضعفاء يعني الناس أصحاب المهن اللي هي مهن يعني على أدها على أد حالها حتى ورد في التفسير كالأساكفة يعني إزاي نتبعك وإحنا اللي آمن بيك نص ضعفاء فقراء سفهاء سفلت القوم فسيدنا نوح لما ردوا عليه وآلوا له هذا الرد قال وما علمي بما كانوا يعملون أنا مالي وما العملهم هم آمنوا بالله دعوتهم إلى الله وآمنوا بالله إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن الله لا ينظر إلى أجساد الناس ولا إلى صور الناس ولكن ينظر إلى إيه إلى القلوب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وما أنا بطارض المؤمنين إن تعيزني أنا أطرد الناس اللي آمنوا بي عشان فقراء وضعفاء وبتقولوا عليهم سفلت القوم لن أطرد أحد إن أنا إلا نذير مبين أنا منذر من قبل الله ومبين أبين للناس ما أرسلت به إليهم فكذبوا بسيدنا نوح ولم يؤمنوا به وفي آيات بقى بيردوا على سيدنا نوح بعد كده شكرا للمشاهدة